تشينات بمحافظة أبيان الدورة التدريبية تأسيسية لمتطوعات صحة وتغذية المجتمع ضمن مشروع المساعدات الطارئة في الأمن الغذائي الذي تنفذهم منظمة أدرى وقال مدراء مكتب الصحة في أحور وزنجبار وخنفر أن المشروع سيساعد في تقفيف وطأة المعاناة للأسر الفقيرة التي تواجه ظروفا صعبة مشيدين في تدخلات منظمة أدرى في تقديم الخدمة للمواطنين وأوضحت ضابط التغذية بمنظمة أدرى الدكتورة فايزة باذيب أوضحت أن 40 من المتطوعات المستهدفات من ودريات أحور وزنجبار وخنفر سيتلقين معلومات حول الرضاعة الطبيعية والغذاء المتوازن وتغذية تكملية وكيفية إعداد وجبات تكملية بحسب المراحل العمرية